بمليارين يورو يجدد الاتحاد الأوروبي دعمه لأوكرانيا في حربها ضد روسيا دعم يحصره الأوروبيون بتسليح كييف فقد قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فوندرلين وعقب اجتماع لقادة الاتحاد إن الدول الأعضاء وافقت على الحشد لإمداد أوكرانيا بالذخائر ناقشنا مضاعفة الدعم لأوكرانيا ووافقت الدول الأعضاء على حشد ملياري يورو لإمداد أوكرانيا بالذخائر الاتحاد الأوروبي حشد 220 ألف قطعة من الذخائر لأوكرانيا حتى الآن وأكثر من ألفي صاروخ على الرغم من ذلك يقول الاتحاد الأوروبي إنه اختار طريق السلام لإنهاء الحرب وفي هذا الإطار تقول فوندرلين إن الاتحاد عازم على مناقشة الضمانات الأمنية لأوكرانيا خلال الأسابيع المقبلة بالتوازي يظهر قادة الاتحاد الأوروبي عدم ارتياح لتداعيات تمرد قوات فاغنر ومحاولة إضعاف موسكو فخلال قمتهم في بروكسل عبر القادة الأوروبيون عن قلقهم وقال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد جوزي بوريل إن بوتين يمثل خطرا أكبر لدى إضعافه لذا يجب الانتباه جيدا إلى العواقب وأضاف بوريل إن روسيا التي تمثل مصدر تهديد بسبب قوتها هي اليوم أيضا تمثل مصدر خطر بسبب عدم استقرار الأوضاع الداخلية فيها على حد قول بوريل اشتركوا في القناة